السلام عليكم و اهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة easy physiology واللي هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله عن cardiovascular system. محاضرة النهاردة ان شاء الله يعني هتكون معتمدة الى حد ما على محاضرة introduction. يريت نكون سمعين محاضرة introduction و تكون حاضرة في ذهننا عشان في كلام كتير منها يتقرر النهاردة و عشان محاضرة النهاردة تكون مفهومة ان شاء الله بشكل كبير ما يكونش فيها اي مشاكل باذن الله. فعشان نسمع نفسنا. يريد نسمع محاضرة introduction يبل واحد الأول. وبعد كده بل ندخل على محاضرة النهار. محاضرة الهاضر جميلة جدا. ومحاضرة نزيزة بإذن الله هتعجبكم إن شاء الله. هنتكلم فيها عن الجزء التالي على طول بعد الت revealing اللي هو جزء التي أل. هنتكلم فيها عن ال Bell Хот pe 해�. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها على الميكانيكال بروبرتي بتاعة الهورد جزء الكارديك بروبرتيز ده يعني من الأجزاء المهمة جدا اللي بتسئل على طول في الامتحانات سهل إن شاء الله ما فوش أي مشاكل بإذن الله بيتسئل غالبا في الامتحان المدير نصلا عندنا في الأزهر إن شاء الله أسئلته سهلة جدا سهلة ومباشرة ما فوش أي مشاكل بإذن الله لو ركزنا فيه في شوية حاجات كده محتاجة بس أن احنا نركز فيها لكن الغالب إن شاء الله سهل ما فوش أي مشاكل بإذن الله هتوكل على الله إن شاء الله ونبدأ النهاردة محاضرتنا بسم الله عضلة القلب زي أي عضلة في جسمنا بتعمل وظيفتها أن هي تعمل وعلشان تأدي وظيفتها محتاجة كهرباء تشغلها إذن لو هنتكلم على وظيفة عضلة القلب بتاعة عضلة القلب إزاي بتتم فهي منقسمها لجزئين الكهرباء اللي بتيجي للعضلة عشان تشغلها وبعد كده لما تشتغل العضلة بينتج لي أو بيحصل لي عندي يبقى إذا ممكن نقسم عندنا شغل عضلة القلب الفانشن بتاعت عضلة القلب لو هنسأل بقى الدنيا بتمشي إزاي أو عضلة القلب دي بتشتغل إزاي لابد عندنا الأول يكون في يعني الكهرباء اللي هتيجي تشغلي العضلة دي وبعد كده يكون في اللي هي عبارة عن اللي هيحصل نتيجة الستيميليشن أو نتيجة الكهرباء اللي جات دي يبقى مين لي كده لو بنتكلم عن عضلة القلب لازم يكون عندي حاجتين لازم أكون حاطة في دماغي حاجتين كهرباء اللي هي الكهرباء دي هتعمل لي إيه هتعمل لي ميكانيكال بروباتي أو ميكانيكال اكتيبيتي اللي هو الكنتريكشن نيجي للجزء المهم بقى إيه هي الكارديك بروباتيز بتاعت الكارديك مصر عندنا أربع حاجات لازم يكون حافظونهم زي اسمنا أربع حاجات حافظونهم صم خصائص بتتميز بيها عضلة القلب إيه هي الخصائص دي أول حاجة عندنا الاكسايتابلتي الاوتوريزميزيتي دي بتتكون من حاجتين الاوتوماتيسيتي والريزميزيتي الاثنين مرتبطين ببعض زي ما هنشوف دلوقتي تالت حاجة الكوندكسيفيتي وأخيرا الكوندكسيفيتي اللي هتنتج لي عن التلات حاجات دول أو عن الالكتريكال اكتيبيتي يبقى أربع حاجات لازم نكون حافظينهم وحطينهم في دماغنا كويس جدا قبل ما نبدأ أي حاجة أو قبل ما نشتغل في منهج الكارديو أول حاجة معنا الاكسايتابلتي يعني ايه اكسايتابلتي يعني قابلية العضلة للاستثارة طبعا أي أورجن في جسمنا أو أي تشو في جسمنا عشان يشتغل أو عشان يدي ريسبونس لستيميلس معين لازم يكون اكسايتابل لازم يكون قابل للاستثارة فطبيعي عضلة القلب بتستجيب لمؤثرات معينة لازم تكون فيها خاصية الاكسايتابلتي ده شيء بديهي جدا يبقى ايه هي الاكسايتابلتي لازم طبعا كل حاجة من الاربعة دول نبقى عارفينها وعارفين الديفنيشن بتاعها كويس جدا يعني ايه اكسايتابلتي ابيتي of the cardiac muscle to ايه أهم كلمة ريسبوند ان هي طابليتها للاستجابة ريسبوند to adequate stimuli نياب تستجيب لمؤثر معينة يبقى الاكسايتابلتي قدرتها على الاستجابة ريسبونس نياب تدي ريسبونس لحاجة معينة ايه ريسبونس اللي عضلة القلب بتدي لما بنعمل لها استيميليشن او لما بنعمل لها استثارة طبيعي جدا طالما انا عملت استيميليشن لعضلة القلب الريسبونس بتاعها ان هي هتعمل لي جينيريشن وكندكشن للأكشن بوتينشن هو ده الريسبونس اللي انا منتظره من عضلة القلب يبقى الاكسايتابلتي خلاص عرفنا الاكسايتابلتي والديفنيشن بتاعها تاني حاجة الاوتوريزميزيتي اللي اقولنا بتتكون من حاجتين الاوتوماتيسيتي واريزميزتي الاوتوماتيستي لازم يكون عارف فيها كلمة مهمة جدا يعني ايه اوتوماتيستي جاي من حاجة اوتوماتيك يعني عضلة القلب مش مستنية عصاب بتجي لها من بره عشان تشغلها لا ده عضلة القلب بتشتغل من نفسها وبالتالي يعني عضلة القلب مش مستنية عصاب يجي لها من بره مش مستنية نيرفي يجي لها من بره عشان يقول لها يلا بدا اشتغلي ده هي بتشتغل من نفسها هي من نفسها اللي بتطلع الاكشن بوتينشيال اللي هيشغلها ودي خاصية يعني بتشتغل بشكل يعني هي مش منتظرة اي حاجة تجيلها من بره عشان تعمل لها بكلمة دي مهمة جدا يعني بتشتغل بشكل بتطلع بتاعها بشكل طيب يعني يعني اللي هي بتطلعو ده بتطلعو بشكل ريجلر احنا القلب بتاعنا دقات قلبنا ماشية بشكل منتظم ايه اللي بيحافظ على دقات قلبنا بالشكل المنتظم ده ان زي ما القلب بيطلع بشكل سبونتينيس فهو بيطلعو بشكل يعني كل كام ثانية او كل جزء من الثانية بشكل معين بيطلع عندي بشكل يعني يعني اللي احنا لسه مطلعينها بشكل سبونتينيس يبقى عضرة القلب عندي بتتميز بقدرتها على ان هي تشغل نفسها او تطلع بشكل سبونتينيس وبشكل كمان يعني بتطلعو من نفسها وكمان بتحافظ عليه بتطلعو بشكل بشكل ريجلر تالت حاجة معانا اللي هي الكون دكتيفتي بعد ما طلعنا الاكشن بتينشيال دوت بشكل سبونتينيس وبنطلعو بشكل ريجلر لازم طبعا نوصله لازم نعمل له كوندكشن لكل حتة في عضلة القلب يبقى الكون دكتيفتي اللي هي قبيتي في كاردك مسل تو ترانسميت الاكشن بتينشيال ده من وان فايبر لالجيسن فايبر عشان يوصل لكل حتة في عضلة القلب يبقى التلاتة دول بيمثلولي سواء التلاتة دول بنقول عليهم هي دي الكهربا الكهربا اللي بتطلع بعد كده بتتنقل لكل حتة في القلب عشان بعد كده التلاتة دول اللي هم بيمثلولي التلاتة دول هم اللي هيعملولي الرابعة معانا اللي هي اللي هي بتمثلي اللي هي اللي هي طبعا شيء باتيه تو كونتراكت بس الاهم من كده كمان القوة اللي بتنتج عن ده القوة اللي هتنقل لي الدم بعد كده او هتعملي للبلوت بعد كده لكل حتة في الجسم بتاعنا يبقى دي مقدمة لازم تبقى عارفينها وحافظينها وحطناها في دماغنا كويس جدا عضلة القلب جزئين لازم عشان تشتغل في جزئين الجزء الكهربا اللي هتعملي بعد كده الكهربا دي اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن تلاتة لازم نبقى حافظونهم كويس جدا التلاتة دول لما هيشتغلوا لي مع بعضهم هينتجني عنهم بعد كده الحاجة الرابعة بتاعتنا الاسئولة بعد كده عن بتاعت الاربعة دول نبقى حافظونهم صام وحافظين بتاعتهم عشان في السؤال دايما لما بييجي بيقول لي اتكلم عن واحدة من الاربعة دول اتكلم عن ايه بالزبط فيها غالبا السؤال بيكون بتاعها قولي بتاع اي واحدة من الاربعة دول على حسب اللي بتيجي في الامتحان وبعد كده اتكلم لي على سواء الاكساتباتي او 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 يعني اي حاجة من الاربعة دول السؤال دايما بيبقى عبارة عن شقين ايه الحاجات اللي بتاثر لي على وهنتكلم طبعا عن الفاكتورز دي بالتفصيل بعد كده فالحاجات دي ان شاء الله بإذن الله معتاج النيهة سهلة ما فياش اي مشكلة خالص نبقى عارفينها وفاهمينها وحطينها في دماغنا كويس كده هتكلم بعد كده على جزئية مهمة جدا وهي جزئية الاكشن بتانشيل بتاع الكاردياك مصل عندنا في الكاردياك مصل عندنا نوعين من الاكشن بتانشيل ليه عندنا نوعين من الاكشن بتانشيل اللي هي وظيفتها ان هي بتعمل لي ودي كانت موجودة في اين كانت موجودة في الوال بتاع الاتريا والفينتريكل يبقى الاتريا والفينتريكل الفايبرز بتاعتهم وظيفتها ايه ان هي بتعمل لي ده النوع الاول من الفايبرز اللي كنا قلنا عليه او النوع التاني من الفايبرز كان اللي موجود في الاس اي نود والاي ذي نود وده كان وظيفته مش بيعمل على الاطلاق لا بالعكس ده كان وظيفته ان هو بيعمل لي بتاع النوع التاني ده كنا بنقول عليين اللي هو اللي هي اللي هي مش بتعملي لأ هي بتعملي وبما اني عندي نوعين من اللي موجودة عندي في عضلة القلب فأكيد كل واحدة من النوعين دول هيكون ليها الخاص بها هنتكلم اول حاجة التالي اتهت persone بتاع اللي هي بتاعة ال اه و وبعد كده اليا و البصد اي الاني متى اللي هو بنقول عليه ال اربح ا حان تعانو نبس انا وكسب الساعدة بس قبل من نبدأ في تفاصيل اي شي في معلومة في الاول كده هنقول تفاصيلها بعدين انتم الله بس نبقى عارفينها دلوقتي بشكل عام ان بتاعي الأول آرد STAR البار بنقول عليه السباونس اكشن بوتنشل الاخشن بوتنشل بتاعي الاس اي نيود أو اللي هو البي اس ماكر هاد بهذه بنقول عليه هي اكشن بنقوله ليه ان احنا عندنا الجيشن بتاعي عندنا آبت فيري هاست فبنقول عليه الفاست تري سباونس اكشن زي ما احنا شايفين ما خدش وقت في ثانية على طول حصل فعشان كده بنقول بيحصل بشكل رابد فبنقول عليه الفاست ريسبونس لكن النهي التانية في البيس ميكر اكشن زي ما احنا شايفين بيبقى طالع بشكل عشان كده بنقول عليه ليه ده بيبقى وليه ده بيبقى ده هنعرف تفاصيله قدام دلوقتي ان شاء الله بيبقى الده اللي عليمين ده يا بتاع هدري المص القضى بنقول عليه فاست ريسبونس اكستم اطن لاكقول عليه هنتكلم على اول نوع من الى انزل اللي هو فايبرز اللي هي والابندر هو هنأخذ مثال بتاع 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 بيتكون من خمسة فيز زيرو فيز وان فيز تو فيز ثري وفيز فور يبقى خمسة بيتكون منها كل فيز ليها اسم وليها سبب يبقى أنا مطلوب مني أبقى عارف ان بتاع 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 عموما بيتكون عندي من خمسة فيزز اللي هي صفر واحد أو زيرو وان تو ثري فور كل فيز من الخمسة دول ليها مسمى ليها اسم وكل فيز من الخمسة دول ليها سبب لو عرفت أنا الخمس معلومات دول او المعلومتين الخاصة بكل فيز من الخمسة دول بقى أنا كده فهمت ده كويس جدا هنعرفه مع بعض ان شاء الله دلوقتي بالتفصيل بإذن الله وهنفهم بإذن الله كويس جدا طيب سريعا كده قبل ما ندخل في أي تفاصيل فيز زيرو دي عبارة عن فيز وان تو ثري بتمثلي فيز فور دي بتمثلي يبقى فيز زيرو دي عبارة عن دي بلاريزيشن وان تو ثري ري بولاريزيشن فيز فور بنقول عليها ريستنج من برين فيز تو ليها اسم خاص بيها ودي حاجة مميزة للاكشن بوتينشيل بتاع الفنتريكولر والاتريال فايبرز بنقول عليها البلاتو وهنعرف سببها ايه دلوقتي يبقى فيز تو دي بنقول عليها البلاتو ودي سبيشيلايز او سبيسيفيك ليه الاكشن بتينشيل بتاع ايه بتاع الايتريا والفنتريكول دي حاجة خاصة بالاكشن بتينشيل ده مش موجود عندنا في الاكشن بتينشيل بتاع النيرف والمصل ولا موجودة في البيس ميكر اكشن بتينشيل اللي هو بتاع الاس اي نود والايفي نود يبقى البلاتو دي مش هنشوفها في اي اكشن بتينشيل غير الاخشم تانشال اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي بتاع الاتريا والفينج دي بنقول عليها الانشال الريبولارسشن ان اللي بيحصل في الاول فيز ثري ده باقي ريبولارسشن ابنون عليها الرابيد ريبولارسشن يبقى سريعا كده الفايب فيز او الخامسة فيز دول بيمثلوا لي ايه فيز زيرو بتمثل لي دي بوناريزاشن فيز وان تو ثري ريبولارسشن فيي ستو دي ليها اسم محدد اللي هي البلاتو وهي سبيسيفيك للأكشون بتنشيل بتاع الكونتراكتايل فايبر فيز فور واخيرا اللي هي بتمثي لي تعالوا بنا دلوقتي نعرف كل واحدة من الخامسة دول اسمها ايه وكل واحدة من الخامسة دول سببها ايه بالتفصيل زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي في فيز زيرو فيز وان فيز تو فيز ثري وفيز فور وقلنا كل واحدة من الخامسة دول دلوقتي سريعا كده او مجملا يعني بشكل عام هي بتمثي اللي ايه لكن دلوقتي تعالوا نتكلم بقى بالتفصيل اول حاجة معنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الفيز زيرو اللي هي قلنا من شوية عليها بتمثي اللي زي ما احنا شايفين فيز زيرو اللي هي بتاعنا دوا بنقول عليها او بنسميها او الاسم التاني لها يعني ضربة سريعة لان هي بتحصل دي ما احنا شايفين دا المعنى الحرفي بتاعها ايه زي ما احنا شايفين بتحصل بسرعة دي بتمثي اللي رابد دي يبقى فيز زيرو هي عبارة عن ايه عبارة عن الرابي دي بولريزيشن او وعرفنا يعني ايه لان هي بتحصل بسرعة طيب سببها ايه اللي هي بتاعت دي بولريزيشن دي سببها دخول الصوديوم عن طريق حاجة اسمها الفاسد سوديوم تشانلز يبقى نا دلوقتي ايه سبب الرابيد دي بولايزيشن ليه بتحصل عندي مرحلة الرابيد دي بولايزيشن دي وليه بتحصل بشكل رابد نتيجة ان احنا عندنا تشانلز بنقول عليها الفاسد سوديوم تشانلز بتدخل للسوديوم بسرعة كبيرة جدا ومن هنا سمينا الاكشن بتنشيل بتاعنا ده الفاسد ريسبونس اكشن بتنشيل مش احنا قلنا ريسبونس لكن ال اكشن بتنشيل بتاع유 ولا يا بين قول علي الفاسد ريسبونس ل ún بنقول ع launch لعن بيحصل عندي الرابيد دي بولايزيشن ليه بيحصل الرابيب دي بولايزيشن لان عندي السوديم عندي بيدخل بسرعة جدا نتيجة ان احنا عندنا قسمها الفاسد سوديم تشآلز بتفتح بسرعة جدا وبتدخل ي السوديم بسرعة كبيرة جدا. طيب فيه تلات ارقام لازم نكون عارفينها وحافظينها كويس جدا. اول رقم معنا اللي هو سالب 90 ملي فولت. ده اللي هو يبقى احنا عندنا بنبدأ الاشن عندنا من كام سالب 90 ملي فولت. بنوصل عندنا اللي هي النقطة اللي كل بتفتح فيها عن سالب 65 ملي فولت. بنوصل عندنا النقطة اللي كل بتقفل فيها خلاص وقفنا عندنا عند او عند موجة ب20 ملي فولت. يبقى ثلاث ارقام نبقى عارفينه وحافظينه كويس جدا. عندنا هنا كام سالب 90 ملي فولت. وصلنا للفايرينج ليفل عند كام سالب 65 ملي فولت. فضلنا طالعين لحد موقفنا امتى. لحد موقفنا فين وقفنا عند نقطة كام موجة باو بوزيتف 20 ملي فولت. يبقى ثلاث ارقام دول نبقى حافظينهم كويس جدا. يبقى كده اتكلمنا عن فيز زيرو اللي هي قلنا عليها او دي سببها ايه سببها دخول السوديم بسرعة جدا. عن طريق ايه? عن طريق قلنا عليها فاست سوديم تشانلز. وعشان دي فاست بتدخلي او بتفتح بشكل فاست وبتدخلي السوديم بشكل سريع. قلنا على الاكشن بوتينشيال ده فاست ريسبونز اكشن بوتينشيال. طيب احنا كده خلصنا دي بولاريزيشن. تعالوا بقى فاست نعمل الريو فيز ون معانا دي بتمثلي بداية الريو علشان كده بنقول عليها الريو لي بلرزيشن سببها ايه? يبقى ده اسمها ايه المرحلة اللي هي فيز وان دي بنقول عليها الريو بلرزيشن لان دي بتمثلي بداي تريب لرزيشن طيب عرفنا اسم هى سببها ايه بقى? اول حاجة معنا واهم سبب الحاجة اللي كانت بتعملي اللي هي اللي كادة عمال الفاسd بجد عمال يتدخل لي سوديام قفل لها عشان نعمل لازم أهم حاجة نوقف للي هاشن يبقى اول سبب معنا او اول حاجة معنا بداية خالص لازم يكون وقفت طبان انا هوقف ال دي بولاريزا款 ازاي هوقف عن طريق ان انا اقفل السوديام اللي كانت عمال يتدخل لي سوديام يبقى عشان اعمل وقفليال اول وقفنا خلاص عن طريق ان دينا عملنا ايه قفلنا السوديام التشان افلنا نبدأ ان احنا دالوقتي نقف فهنا عن طريق ان انا ببدأ اخرج البوتاسيوم برو كما احنا عارفين نفس الاخشان متشال بتاع ال ال wondering muscle هو من ديبولاريزهيشن و ال이�易hir الدشاء دخول الستوديم ولوليزيشن دخول الصودائم الرئيبات وقفنا دخول الصودائم عن طريق ان احنا قفلنا الصودائم اللز اgins ويداقنا أن نخرج البوتاسيوم برا عشان نعمل لي نفس الفكرة ينا بالضبط فينا هنا وقفنا الدركة وجنة و بدأنا نعمل عن طريق ان فرئيا نحن ايه منطق ان نخرج البوتاسيوم برا الخلق طيب زي ما احنا شايفين الي دي فيز صغيرة جداً البوتاسيوم عندنا هنا بيخرج بيخرج من خاصة بنقول عليها اللي بنسميها لان زي ما احنا شايفين الفيز بتاعتنا دي بتاعت حاجة حاجة صغيرة خالص بتقعد وقت بسيط خالص عشان كده دي بتفضل فتحة وقت بسيط خالص فعشان كده سميناها يبقى عندنا دلوقتي البوتاسيوم عندنا بيخرج برا عشان يبدأ يعملي الريولاريزائشن. طيب بيخرج منين؟ بيخرج من الشانلز خاصة بنقول عليها الترونزيند بوتاسيوم التشانلز. ليه سمناها ترونزيند مشانلز تتلتات كمان اللي بتعملي هنا او بتسعيدلي هنا في البنزين عندنا الريبولاريزيشن. انا الهدف بتاع ايه? الهدف بتاعي ان انا بطلع بخرجها برا الخلية. يعني بقلل عندي جوه الخلية. طيب بقللها عن طريق حاجة من اتنين. يا اما ان انا اطلع دي اخرجها برا الخلية. يا اما ان انا دخل جوه. لو انا عندي مثلا هنا عشرة وخرجت منهم واحدة بقوا تسعة. لو انا عندي نفس الفكرة برضو عشرة ودخلت لهم واحدة هيبقوا عندي تسعة. لان انا دخلت واحدة هتعادل واحدة من البوزتف فهيتحولوا عندي يبقوا تسعة. يبقى انا عندي بيحصل عندي بحاجة من اتنين. يا اما ان انا بطلع البوزتف بخرج البوزتف برا. يا اما ان انا بدخل جوه. ايه هي اللي انا بدخلها? ان انا بدخل شوية جوه الخلية. شوية دول هيعدلولي شوية كأن انا خرقت عندي او قللت عندي الموجودة جوه الخلية. يبقى سببها تلت حاجات. فيزوان الاول سميناها ايه هي بداية يبقى نقول عليها سببها ايه سببها تلت حاجات. الحاجة الاولية لازم اوقفت عن طريق ان انا قفلت عملت السبب التاني ان انا طلعت البوتاسيوم برا الخلية خرجت عن طريق اسمها ترانزينت بتاسيلب chakra ليه سميناها ترانزيب لان فايس دي ترانزيب تقعد وقت قليل. ال privateDI بتقعد فتحة وقت justice عشان كده سميناها ترانزيوت متض questi انبار رجل البوتاسيوم برا الحاجة التالتة كمان ان انا دخلت شوية دخلتهم جوه الخلية. يبقى احنا عندنا فيزوان سببها تلت حاجات افلنا سوديما شرز خرجنا البوتاسيوم دخلنا شوية كده اتكلمنا على اللي هي تعالوا نتكلم بقى على اللي هي قلنا مميزة خاصة بالاكشن بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي بتاع اللي هي مرحلة البلاتو المرحلة البلاتو دي بيكون فيها عندي 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 زيرو لا بيزيد ولا بيقل طب ايه السبب ايه السبب ان انا عندي الخط عندي بيبقى ماشي تقريبا بشكل مستقيم لا بيزيد ولا بيقل عشان عندي مرحلة البلاتو دي عندي بيحصل فيها بلانس بين قوتين قوة قوة بتعمللي وہي Howl وقوة بتعمل لي anarcho يبقى انا عندي دلوقتي فيس تو بنقول عليها بلاتو سببها ايه البلاتو ده ايه اللي يخلي البلاتو ده ماشي بشكل مستقيم كده الم تنشاؤل بتاعي على عند زيرو والله عندي حصل عندي دلوقتي ما بين قوتين قوة بتعمل لي وقوة بتعملي اللي اتنين تقريبا تساوي مع بعض لما تساوي مع بعض مش هيحصل فيه اي تغيرات طيب مرحلة الباتو دي تفصيلا بقى ايه سببها احنا عرفنا دلوقتي اسمها اللي هي البلاتو سببها ايه بقى سببها بلانس ما بين حاجتين حاجة دخلة اللي هي عندي الكالسيوم وحاجة خارجة اللي هي عندي البوتاسيوم يبقى البلانس ما بين دخول الكالسيوم جوة الخلية وخروج البوتاسيوم برا الخلية البلانس ما بين الاتنين دول هو اللي عمل لي البلاتو وخلالي الممبرين بتاعنا طيب الكالسيوم عندي بيدخل عندي عن طريق بنقول عليها والبوتاسيوم عندي بيخرج عن طريق اسمها تعالوا نعرف سبب تسمية في الاتنين الكالسيوم عندنا بيدخل هنا عن طريق حاجة اسمها يعني ايه لونج لاستين يعني بتعود فترة طويرة ليه بتعود فترة طويلة؟ لان الاتشانل دي بالفعل بتفضل فتحة لفترة طويلة زي ما احنا شايفين البلاتو عندنا بياخد وقت طويل الكالسيوم دي بتفضل فتحة وقت طويل عشان كده سميناها لونج لاستين يعني ايه لونج لاستين يعني بتفضل فتحة بتفضل تدخلي عندي الكالسيوم لوقت طويل عشان كده سميناها لونج لاستين كالسيوم التشانل او ما الالبوتاسيوم التشانل دي بنقول عليها ليه بنقول عليها ليه بنقول عليها ليه بنقول عليها ليه لان الاتشانل دي بتفضل فتحة اثناء البلاتو كمان شغالة معانا في فيز ثري يعني بتفضل فتحة وقت طويل يعني بتتأخر يعني الاتشانل دي بتديلي بتفضل شغالة وقت طويل وبتتأخر على ما بتقفل عشان كده بنقول عليها ليه ديلي لان هي بتفضل شغالة كمان بتتأخر عن الكالسيوم التشانل مش بتقفل معاها لا ده بتفضل شغالة معانا في فيز ثري فبالتالي بتاخد وقت اطول بتتأخر على ما بتقفل فعشان كده سميناها الديليد ريكتيفاير بوتاسيوم تشانلز ليه يعني ايه ريكتيفاير ريكتيفاير يعني بتطلع آينز في اتجاه واحد وهو ان هي بتخرج الآينز دي برة الخلية يبقى انا عندي دلوقتي البلاتو نتيجة بالانس ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم دخول الكالسيوم من خلال لونج لاستينج كالسيوم تشانل ليه لونج لاستينج لان هي بتفضل وقت طويل بتفضل فتحة وقت طويل فمنقول عليها خروج البوتاسيوم عن طريق الديليد ريكتيفاير ليه ريكتيفاير لان هي بتطلع لي أو بتحرك لي الانز في اتجاه واحد اللي هو خارج الخليجة ليه قلنا عليها ديليد لان هي بتتأخر على ما بتقفل مش بتقفل بنهاية البلاتو لكن هي بتاخد شوية كمان فيز ثري فعشان كده طالما اتأخرت ان هي تقفل فمنقول عليها الديليد ريكتيفاير بوتاسيوم اتشانلز بنيجي هنا على نهاية البلاتو اللونج لاستين كالسيوم تشانلز دي بتبدأ تقفل بتبدأ تقفل لان احنا خلاص دخلنا كالسيوم بكميات كبيرة جدا جوا الخلية طالما الكالسيوم دخل بكميات كبيرة خلاص احنا معناش عايزين كالسيوم يدخل فبنيجي قرب الاخر كده وبنقول قفلين الكالسيوم اللونج لاستين كالسيوم تشانلز دي لو قفلنا اللونج لاستين كالسيوم تشانلز دي خلاص البوتاسيوم هو اللي عمل يخرج ده يبقى احنا عندنا دلوقتي البلاتو بيجي قربل اخر كده ممكن ينتهي نتيجة ان احنا افلنا الكالسيم نذني انت ما حاضر مادش فيه حاجة داخله فاصبعت عندي قوة واحدة هي اللي باقيت شغالة دلوقتي هي طب ايه الحل الدلوقتي الحل الدلوقتي ان ال止 ظ دي اللي عمالة ادخلها اللي كنت عمالة دخلها ووقفت دلوقتي والبالانس التاعي اتهزت دلوقتي اعوضها بزغل تانية قبل بالاخر هنا لما اقفلت الكالسيوم شانلز دي dabei ادخلها هبدأ ان انا اعوضها عن طريق ان انا ادخل بزغل بزغل تنية عن طريق ان انا بشغل حاجة اسمها الكون سوديوم اكسشنج او السوديوم كالسيوم اوвинعف او الاكسشنججر دا بيعمل ده بيشتغل عندي في نهاية البلاتو في نهاية البلاتو خالص لما أقفل عندي الكالسيوم ليه بيشتغل عندي في نهاية البلاتو لأن أنا عندي بيكون جوة الخلية الكالسيوم زاد قوي وكمان معدش فيه كالسيوم بيدخل جوة الخلية طب هو الاكسترينجر ده أصلا بيعمل بياخد الكالسيوم من جوة الخلية أنا عندي الخلية اتملت كالسيوم بياخد الكالسيوم من جوة الخلية يطلع بره يخرج بره وياخد عندي في المقابل واحد كالسام يطلعها برا في المقابل بيدخل عندي تلاتة سوديم جوة الخلية طلعت أنا اتنين بوزيتف برا ودخلت تلاتة بوزيتف جوة المحصلة النهائية عندي واحد بوزيتف دخل جوة الخلية ايه ده يعني البوزيتف الشارج اللي كانت عمالة تدخلي وجات وقفت دلوقتي بدأت ان انا عواضها بان انا بدخل بوزيتف الشارج تانية اللي هي السوديم بدخلها جوة الخلية فاصبح عندي البوتاسيوم كان عمال يخرج وهنا كان الكاسيوم عمال يدخل هنا البوتاسيوم قرب الاخر بقى عمال يخرج والسوديم هو العمال يدخلي فاصبح عندي البالانس مازال مستمر حاجة خارجة وحاجة دخلة فبالتالي بحافظ على البلاتو بتاعي بطول مدة البلاتو بتاعي لحد ما تخلص في الوقت المناسب بتاعها بالضبط يبقى الاكستينجر ده بيشتغل امتى بيشتغل في الاخر بيشتغل في الاخر ليه عشان يطول لي مدة البلاتو بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل ايه الكالسيوم الكتير اللي دخل جوة بيبدأ ان هو يطلعه برا واحدة كالسيوم بيطلعها برا في مقابل تلاتة سوديم يدخلها عندي قوة اتنين بوزيتف الشارج طلعوا برا وتلاتة بوزيتف الشارج جوة يبقى المحصلة النهائية في بوزيتف الشارج عندي زيادة دخلت جوة يبقى البلانس ما زال مستمر بوزيتف الشارج عمالة بتدخل وبوزيتف الشارج عمالة بتخرج يبقى البلانس بتاعي شغال والبلاتو بتاعي بحافظ عليه وبطوله مفيش مشاكل خاص يبقى سريعًا كده فيستو اسمها البلاتو بتحصل نتيجة يعني ايه I Зيرو لا ابي زيد علا بيقل بتحصل نتيجة 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 بلانس ما بين ايه ما بين دخول ال كالسيوم وخروج البوتاسيوم طيب يدخل عن طريق ايه عن طريق fears اسمه ليسميناها لان جراسينج لان هي بتفضل وقت طويل طيب البوتاسيوم بيخرج عندي عن طريق عن طريق اسمها ليه ليه لأن هي بتتأخر على ما بتقفل بتاخد وقت طويل على ما بتقفل فسميناها ليه لأن هي بتحرك البوتاسيوم في اتجاه واحد اللي هو برا الخليل طيب جينا قرب الآخر الكالسيوم دي وقفت وقفت ليه لأن انا دخلت كالسيوم بكميات كبيرة طب ما دلوقتي عندي تهز اصبح دلوقتي البوتاسيوم بس هو اللي بيخرج ما فيش حاجة تانية قدامه بتدخل خلاص يبقى الحل ده هنحل الموضوع ده ازاي عن طريق ان احنا تشغل الاجسر ده بيشتغل امتى في نهاية البلاتو육لى الده بيعمل ليه بيخرج لي واحدة كالسيوم برة وبيدخل لي تلاتة اصوديام جوه ليه بيخرج لي الكالسيوم برة لأن انا اوريدي دخلت كالسيوم بكميات كبيرة فمحتاج ان انا اخرجوا يبقى طلعنا واحدة كالسيوم برة ودخلنا تلاتة اصوديام الكالسيوم دي اثنين وسطفت شارج والتلاتة استوديام عبارة عن تلاتة المحاصرة النهائية ان انا دخلت بوزتف تشارج أصبح عندي البلانس ما زال شغال واحدة بتخرج أو بوزتف تشارج بتخرج وبوزتف تشارج بتدخل فأصبح عندي البلاتو شغال ومستمر عملته طولت مدة البلاتو بتاعي عشان يحصل أو عشان ينتهي في الوقت المناسب بتاعه عن طريق الاكستشينجر ده اللي قلنا عليه السوديام كالسيوم اكستشينجر اللي بيخرج لوحدة كالسيوم بره وبيدخلي قصادها تلاتة سوديام جوه يبقى البلاتو اعتقد ان شاء الله بقت سهلة جدا ومفيش اي مشكلة البلاتو سوى تلات حاجات أو بلنس ما بين حاجتين الاول دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم وفي النهاية بيطول لي ايه اللي بيطول لي البلاتو اللي بيعملي برولونجيشن ليه البلاتو ان انا شغلت السوديام كالسيوم اكستشينجر كده اتكلمنا على البلاتو طيب قبل ما نعدي فيستو اللي هي بتاعت البلاتو في معلومتين مهمين جدا لازم نبقى عارفينهم ومفاهمينهم في الحتة دي المعلومة الاولية اللي هي ايه فايدة البلاتو ده اصلا ايه فايدته ودي هنقولها كمان شوية بالتفصيل ان شاء الله المعلومة التانية الكالسيوم اللي بيدخل ده فايدته ايه الفايدة الاولية طبعا اللي احنا نستقللناها دلوقتي انه بيعمل لي بالنس مع البوتاسيوم فبيعمل لي البلاتو الفايدة التانية بتاعت الكالسيوم ده الكالسيوم ده لما بيدخل جوه الخلية بيعمللي Stimulation لخروج الكالسيوم بيروح للساركوبلازمي كريتيكلام اللي هي مخزنة اللي هي المخزن بتاع الكالسيوم يروح يخليها تطلع الكالسيوم بتاعها عشان يعملي ال-contraction بتاع ال-my site بتاع الكاردياك مصل يبقى الكالسيوم ده مش بس وظفته ان هو بيدخل يعملي balance فبيعملي البلاتو مش بس وظفته في ال-action potential لأ ده وظفته كمان في ال-contraction ان الكالسيوم ده بيدخل يروح للساركوبلازمي كريتيكلام بيخليها تطلع الكالسيوم اللي جواها عشان تبدأ أو عشان يحصل عندي الكونتراكشن بتاع الكاردياك ماسل فايبر الكلام ده بنقول عليه عملية الكالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز دي معناها ان انا بدخلت كالسيوم راح عمل اندكشن راح خلى الساركوبلازمي كريتيكلام تطلع تعمل ريليز للكالسيوم اللي جواها يبقى كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز يعني الساركوبلازمي كريتيكولم طلعت الكالسيوم اللي جواها عملت له ريليز نتيجة اندكشن نتيجة ان حاجة عملت لها انديوس ايه اللي عمل لها انديوس الكالسيوم اللي دخل عندي من جوا هو ده من بره قصدي هو ده اللي عمل لها اندكشن هو ده اللي خلاها تعمل ريليز تطلع الكالسيوم بتاعها عشان تعمل كونتراكشن كأن الكالسيوم اللي دخل من بره ده وظيفته حاجتين في الاكشن بوتينشيل بيعمل لي البلاتو اتخرج الكالسيوم او بيعمل له من الساركو بلاسيوم عن طريق حاجة اسمها الكالسيوم انديوز كالسيوم ريليز يبقى وظيفة الكالسيوم نازل فاهمينها وعارفينها كويس جدا مش بس في الاكشن بوتينشيال لا ده كمان بيدخل عندي يساعد في عملية الكنتركشن هنتكلم بعد كده على فيز ثري اللي هي بنقول عليها الرابيد ري بولاريزايشن احنا خلص بقى بدأنا الري بولاريزايشن بنكمل الري بولاريزايشن بتاعنا دي بنقول عليها الرابيد ري بولاريزايشن يبقى فيز ثري دي اللي هي ايه ري بولاريزايشن بنقول عليها الرابيد ري بولاريزايشن طيب سببه ايه سببها ايه فيز ثري دي سببها ان احنا بنعمل ري بولاريزايشن عن طريق ان احنا بنخرج البوتاسيوم برا الخلية يبقى فيز ثري سهلة جدا مفاش اي مشكلة عبارة عن ايه فيز ثري دي اسمها ايه اسمها رابد ري بولاريزايشن الريا بيحصل نتيجة نتيجة خروج البوتاسيوم طيب البوتاسيوم هنا بيخرج عن طريق عن طريق التشانل اللي كانت فتحة ومتأخرة ومقفلتش لسه الى استمينها وتستمر عند وقت معين والريفور بيحصل لاحتفظ ما عادش فيه بوتاسيام هيخرج أمال أنا هكمل الريي بولاريزيشن بتاعي إزاي عن طريق تشانل تانية بتخرج لي برضو البوتاسيام لكن المرة دي تشانيل ليه اسم تاني بنقول عليها ال 스� wird هي اللي بتكمل بقى خروج البوتاسيوم يبقى أنا عندي دلوقتي في المرحلة Phase 3D البوتاسيوم بيخرج عن طريق حاجتين بيخرج عشان يعمل لي ريي بولاريزيشن عن طريق ايه إنورد ريكتيفاير بوتاسيوم تشانيل بتاسيوم دي أو التشانيل دي هي اللي بتكملي بقى خروج البوتاسيوم يبقى أنا عندي دلوقتي في المرحلة فيز ثري دي البوتاسيوم بيخرج عن طريق حاكتين بيخرج عشان يعملي عن طريق ايه؟ عن طريق توت شانيلز مختلفين التشانيل الأولينية اللي هي مكملة معايا من البلاتو اللي بنقول عليها الديليد ريكتيفاير بتاسيوم تشانيلز دي بتفضل شغالة لحد وقت معين في وبتقفل مين اللي بيكمل معايا وبيخرجلي البوتاسيوم في المرحلة دي لحد ما نخلص حاجة اسمها الّينورد ريكتيفاير بوتاسيوم تشانيلز اهيه ده يا دكتور؟ ما اعلمشي كده بعد اذنك انت بتقول يعني بتدخل لأ لكن في الحقيقة هي بتخرج البوتاسيوم طيب ازاي هم سموها وهي بتخرج البوتاسيوم كلام ده هنتكلم عليه كمان شوية هنشرح الحتة دي عشان بس ما تلخبطناش دلوقتي يبقى بالرغم من ان الشانل دي اسمها لكن هي بتخرج البوتاسيوم بتطلع البوتاسيوم برا الخلية وهنقول ليه سموها بالرغم من ان هي بتخرج البوتاسيوم برا الخلية يبقى فيه ثلاثة بيحصل فيها ايه بنخرج فيها البوتاسيوم عن طريق ايه عن طريق تو تايبس اوف تشانل تشانل اوانية اللي مكملة من البلاتو اللي هي دي ليد ريكتيفاير بتاسيوم التشانل التانية اللي هي الينورد ريكتيفاير بتاسيوم التشانل اللي هي بتخرج البوتاسيوم برا الخلية بالرغم من ان اسمها اينورد ريكتيفاير بوتاسيوم التشانل ونحن كده خلصنا فيز 3 اللي هي بتاعت الربط ريب وعرفنا سببها خروج البوتاسيوم من الاتنين اللي عندنا دول نيجي عندنا الاخر حاجة خالص اللي هي فيز فور اللي هي بتاعت الرستنج من برين بوتينشل وبسببها ايه الرستنج من برين بوتينشل سواء وإيه زي ما احنا عارفين طبعا الرستنج من برين بوتينشل سواء بالسوديوم بتاسيوم بامبي اللي بتبدأ تنظم لي بقى الائنز بتاعتنا السودم اللي دخل جوا تبدأ تخرجه بره والبوتاسيوم اللي كان بره تبدأ تدخله جوا مرة تانية زي النيرف والمسل بالضبط كمان الانوارد ريكتفاير بوتاسيوم الشانلز دي بتفضل عندي فتحة أثناء الريستنج ميمبريين بتنشيل وبيتسهم لي في تصبيت الدنيا أو أن أنا أرجع للريستنج ميمبريين بتنشيل وبتفضل شغالة كمان أثناء الريستنج ميمبريين بتنشيل يبقى في الريستينج ميمبريين بوتينشيال عندي الستوديم بوتاسيوم بومب يبدأ ان هو يزبط لي الديستريبيوشن بتاع الاينز كمان الانوارد ريكتفاير بوتاسيوم تشانلز اللي هي بتخرج البوتاسيوم بره بالرغم من ان اسمها انوارد برضو بتفضل شغالة معايا أثناء فيز فور اللي هي الريستينج ميمبريين بوتينشيال خلاص انا دلوقتي عندي وصلت للريستينج ميمبريين بتينشيال بتاعنا اللي هو كان سالب 90 ميلي فولت هفضل شغال كده في الريستينج ميمبريين بتينشيال الينوارد ريكتفاير بتاسيوم تشانلز هي عمالة تخرج لي بتاسيوم بكميات قليلة والسوديام بتاسيون بومب شغالة عشان يحفظولي على الريستينج ميمبريين بتاعنا سالب 90 لحد ما هبدأ أكشن ميتشيال مرة تانية وهبدأ الاشيوم بتينشيال مرة تانية عن طريق دي بولاريزيزيشن ان انا بفتح الفيش ميتشانلز وبدخل الصوت ونبدأ اكشن بتينشيال تاني عشان أبدأ الـ Action Potential مرة تانية الـ Inward Reactive Potassium Channels اللي عمالة بتخرج لي البوتاسيوم بره دي ببدأ إن أنا خلاص أقفلها بدأت قفلت خلاص الـ Channel بتاعت البوتاسيوم وقفت خروج البوتاسيوم بره الخلية بدأت أشغل عندي الـ Sodium Channels اللي هتعمل لي Depolarization واتدخل لي الـ Sodium جوه الخلية يبقى عشان إن أنا أبدأ أعمل Depolarization قلنا مين المسؤول عن Depolarization المسؤول عن Depolarization إن أنا فتحت دخلت الصوديم جوه الخلية قبل ما بعمل الكلام ده لازم بكون عملت وقفت عندي الـ Inward Reactive Potassium اللي شغال عندي أثناء من برين بوتينشيال دي اللي عمالة بتخرج لي بوتاسيوم بره الخلية بقول لها شكرا بوقفها خلاص بقفلها بعمل لها وابدأ أشغل عشان تدخل لي الصوديم وتعمل لي عملية بإحنا جده تكلمنا على درس من أهم الدروس في الجزء الخاص بالكارديو ودرس مهم جدا إن شاء الله درس سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله نكون فهمنا إحنا تكلمنا على دلوقتي على النوع الأول من الـ Action Potential اللي هو الـ Action Potential بتاع الـ Contractile Fibers اللي هي الـ Atria والـ Ventricle واخدنا مثال لها اللي هو الـ Ventricle تكلمنا قلنا إن هو بيتكون من إيه بيتكون عندي من خمسة phases 5 phases 0 1 2 3 4 Phase 0 دي قلنا كل Phase عايزين نعرف اسمها إيه وسببها إيه Phase 0 دي اسمها الـ Upstroke أو الـ Rapid Depolarization سببها إيه سببها أن أنا فتحت Fast Sodium Channels دخل لي الصوديم بكميات كبيرة جدا بسرعة الصوديم دخل بكميات كبيرة وبسرعة كبيرة جدا عشان كده أنا سميت الـ Action Potential ده Fast Response Action Potential بسبب أن الصوديم دخل بسرعة عن طريق جميل جدا بدأنا عندي منين من سالب 90 ميلي فولت اللي هو وصلنا للفايرينج ليفل عن سالب 65 ميلي فولت الـ Peak بتاعتنا الماكسيمم بتاعنا هنقف الـ Depolarization هنوقفه عن موجب أو positive 20 ميلي فولت حلو جدا خلصنا Depolarization بتاعنا تعالوا نعمل Depolarization أول حتة من Depolarization اسمها إيه اللي هي Phase 1 اسمها Initial Repolarization دي سببها إيه سببها أن أنا وقفت Depolarization خلاص عن طريق أن أنا قفلت الصودام بدأت أخرج البوتاسيوم عن طريق الترانزيانت بتاسيام دخلت شوية يساعدوني في الـ ليه سميناها لأن هي بتفتح وتفل في وقت سريع جدا أو بتفتح وتفل في وقت أو في مدة قليلة جدا لأن ده مش بياخد وقت ده هو بسرعة جدا بيخلص بسرعة جدا فهي بتفتح وتفل بسرعة جدا فسميناها بتخرج لي البوتاسيوم خلصنا اللي هي دخلنا على المهمة اللي مش موجودة في أي أكشن تاني اللي هي البلاتو البلاتو دي سببها إيه؟ سببها بلانس ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم البلانس ده أو الكالسيوم ده بيدخل عن طريق حاجة اسمها لونج لاستين كالسيوم تشانيل ليه سميناها لونج لاستين لأن هي بتفضل شغالة أو بتفضل فتحة وقت طويل جدا طوال تقريبا فترة البلاتو كلها معنا ده آخر حتة البوتاسيوم بيخرج من ايه؟ بيخرج عن طريق حاجة اسمها دي ليد ريكتيفاير بتاسيوم تشانيل ليه دي ليد؟ لأن هي بتفضل شغالة أثناء البلاتو كمان بتتأخر بتفضل شغالة في معنا اللي هي فبتتأخر عن ما بتغفل فسميناها دي ليد أما الآخر البلاتو ايه اللي موجود عندي ده؟ ببدأ ان انا احافظ على البلانس مع البوتاسيوم عن طريق ان انا بدخل بوستف تشارج ازاي الكلام ده بيحصل؟ بطلع عندي واحدة كالسيوم وبدخل عندي تلاتة صودية المحصلة النهائية اتنين بوستف برا تلاتة بوستف جوة يعني انا عندي واحدة بوستف داخلة جوة حاجة بوستف خارجة وحاجة داخلة بحافظ على البلانس بتاعي بطول مدة البلاتو بتاعتي حلو جدا خلصنا البلاتو اللي هو البلانس وعرفنا فايدة الكالسيوم اللي بيدخل وقلنا مش بس بيساعد في الأكشن بوتينش اللي هو في البلاتو ده كمان بيساعد لي في الكنتراكشن ندخل بعد كده على فيز تلاتة وعايزين نكمل الريبولاريزيشن الريبولاريزيشن ده الفيز تلاتة دي منونا عليها رابد ريبولاريزيشن بتحصل نتيجة ايه؟ نتيجة خروج البوتاسيوم البوتاسيوم بيخرج منين؟ من نوعين من التشانلز اللي تشانلز اللي مكملة معانا من البلاتو اللي هي الديلي ريكتيفاير بوتاسيوم التشانلز كمان التشانلز اللي تشتغل في الآخر اللي هي الينورد ريكتيفاير بوتاسيوم التشانلز اسمها انورد لكن هي بتخرج البوتاسيوم بره الخليل طيب خلصنا الريبولاريزيشن ووصلنا الريريستنج بتاعنا اللي هو سائل بتسعين ميلي فولت بدأت أشغل السوديم بوتاسيوم بومب أرجع السوديم أطلعه بره مكانه ودخل البوتاسيوم مكانه وشوية بوتاسيوم بيفضله بيطلعه عن طريق الانورد راكتفاير لحد ماهبدأ أكشن بوتينشيل مرة تانية هاقفل الانورد راكتفاير 報導 أبدأ أفتح الى الدخل السوديم fellows وبدأ أكشن بوتينشيل تاني وتستمر الحكاية كده الحمد لله خلصنا الأكشن بوتينشيل أعتقد إن شاء الله أنه هو أصبح مفهوم بشكل كبير بإذن الله. هنتكلم بعدين كده على العلاقة ما بين وما بين بتاع في الجزء اللي فوق دوت وتحت العلاقة ما بين اللي بتحصل أثناء ده. اول حاجة معانا. ايه علاقته اللي عندنا ده. زي ما احنا عارفين طبعا اول حاجة بتحصل لازم يحصل الاكشن اتشا الاول يبدأ الاكشن يكهرب العضلة. بعد كده العضلة تبدأ ان هي تعمل يبقى 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 امتا الكلام ده مهم جدا يبقى يبقى بعد حصول بعد بداية بعد حصول يبقى طبعا شيء بديه الكهرباء بتيجي الاول وبعد كده بيحصل يبقى اول حاجة بتحصل معانا هي بعدها بيبدأ عندنا يبقى يا ترى بيبدأ امتى بيبدأ مع ولا بيبدأ قبل ولا بيبدأ بعد لا طبعا بتاعنا بيبدأ بعد حصول بعد ما الكهرباء بتوصل يبقى بعد زي ما احنا شايفين خط اللي هو المنقط دون ده بداية الخط المنقط الابيض دون طبعا جاي عندنا واضح ان هو بعد حصول يبقى بداية بداية الكنتراكشن بتاع الكاردياك مصل بعد فيز زيرو بعد حصول الفيز زيرو اللي هي باستمر معنا ايه بيستمر فيز وان فيز تو لحد نهاية فيز تو يبقى اذا الكنتراكشن بتاعنا بتاع الكاردياك مصل شغال بيوصل للمكسوم بتاعنا بينتهي هنا بنهاية البلاتو يبقى طول ما البلاتو شغال بتاعنا طول ما الكنتراكشن بتاعنا شغال اه عشان كده كان اثناء البلاتو الكالسيوم عمال بيدخل الكالسيوم طول ما هو شغال طول ما الكنتراكشن بتاعنا شغال لحد ما البلاتو بتاعنا انتهى لحد ما الكالسيوم بطل ان هو يدخل ساعتها كانت نهاية الكنتراكشن بتاعنا او السيستول بتاعنا. يبقى ال التاحة بتاعنا شغال لحد نهاية البلاتو. نهاية البلاتو بدخل صغيرتى طول ما عمال بيدخل عمال بيوم اللي هيبقى طيب نهاية السيستول دا خلاص انا بطلت بتاعي صح؟ انا كده البلاتو بتاعي انتهى عشان كده كان في نهاية التاحة كان عندنا السوديوم كالسيوم اللي كان بيبدلي بيخرجلي الكالسيوم برا مش احنا قلنا دلوقتي ان انا خلاص بنهاية البلاتو انا كده خلصت الكونتراكشن طيب انا خلصت الكونتراكشن هل انا محتاج دلوقتي كالسيوم جوه الخلية لا انا خلصت الكونتراكشن بتاعي خلاص ما عمتش محتاج ان يبقى موجود كالسيوم جوه الخلية علشان كده في نهاية البلاتو شغلنا السوديم كالسيوم اللي كان بيخرجلي الكالسيوم أنا خلاص هبدأ أعمل ريلاكسيشن دلوقتي ما عندش محتاج كالسيوم جوه الكالسيوم خلص وظيفته وخلص مهمته وهي الكونتراكشن هبدأ أعمل ريلاكسيشن يبقى بعد إذن حضرتك هشغل الإكستشينجر يبدأ يطلع لي الكالسيوم أبدأ أخرج الكالسيوم بره الخلية عشان أعمل ريلاكسيشن بسهولة يبقى احنا دلوقتي فهمنا الفكرة بتاعة الكالسيوم طول ما البلاتو شغال طول ما الكالسيوم عمال بيدخل طول ما الكونتراكشن بتاعنا شغال خلصت البلاتو الكونتراكشن بتاعي خلاص خلص هبدأ أعمل ريلاكسيشن الكالسيوم دلوقتي معادش لي لازمة يبقى إذن هشغل الإكستشينجر بتاعنا يبدأ يطلع لي الكالسيوم بره الخلية هبدأ أعمل ريلاكسيشن بتاعي مفيش أي مشكلة يبقى بدأنا كنتراكشن إمتى؟ بدأنا كنتراكشن بعد الديبولاريزيشن بعد فيز زيرو الكهرباء الأول وبعد كده الميكانيكا الريسبونس وبعد كده الكنتراكشن دوت بيستمر في انهي فاز بالضبط فاز 1 وفاز 2 بيخلص امتى مع نهاية فاز 2 يعني ايه يعني مع نهاية البلاتو بتاعي بينتهي الكنتراكشن هنا اما للريلاكسيشن الدياستول ده بييجي فين الدياستول نص الريلاكسيشن او نص الدياستول الاول دوت بيجي عندي فيز 3 اللي هي الفاز بتاعة الرياستول يبقى لو قلنا او لو تسألنا سؤال يا ترى ايه العلاقة الاكشن بوتنشين وما بين الميكانيكا او الكونتراكشن بتاع الكارديك مايسايت الاجابة هتكون بكل بساطة البيبدا بعد الاكشن بوتنشين بعد ما الكهرباء بتحصل يعني بعد فيز زيرو جميل جدا شورتلي افتر فيز زيرو اللي هي جميل جدا بيستمر السستول دوت في انهي فيز بيستمر فيز وان وفيز تو اللي هي بتاعة البلاتو بيخلص امتى بيخلص بنهاية البلاتو خلصنا دخلنا الكالسيوم جوا عملنا الكونتراكشن نهينا الكونتراكشن وقفنا هنا في النقطة دي اللي هي نقطة نهاية البلاتو يبقى فيز وان وفيز تو ده بتاعة الكونتراكشن اموال الريلاكسيشن النص الاول بتاع الريلاكسيشن دوا بييجي مع العملية يبقى لو بصين عندنا هنا يا طرح انهي اطول او انهي بياخد وقت اطول الميكانيكا الريسبونس ولا الاكشن بتينشيل لو بصينا عندنا هنا الاكشان بتينشيال في زيرو وان تو ثري فور هنا الكلام دوت خلصنا كده كده بتاعنا واقفنا على بتينشيال الميكانيكا Zobs لو بصينا say ال 빼 46 totally بفضل مكمل بعد الاكشان بتينشياليين وبعض ouais بتاعنا تمام يبقى خلاص خلصنا كده ايه العلاقة او فهمنا ايه العلاقة ما بين الميكانيكال ريسبونس اللي هو الكونتراكشن و الريلاكسيشن وما بين اهم حاجة نبقى عارفينها وفاهمينها ان بداية الكونتراكشن بتكون بعد بعد بداية الاكشن لازم الكهرباء توصل الاول دي المعلومة الاولى المعلومة التانية ان انا عندي الكونتراكشن بيكون مكمل مع البلاتو وبيفضل ماشي مع البلاتو طول ما انا عندي بلاتو طول ما انا عندي الكونتراكشن شغال بنهاية البلاتو بينتهي عندي الكونتراكشن او السستور بتاعما طول ما البلاتو شغال طول ما الكالسيا مع المال بيدخل طول ما الكونتراكشن بتاعي شغال هنتكلم بعد ك severely التحصيب غريبا exhaustion بتحصل اثناء الاكشن عندينا تلات اجزاء او 3 حاجات بيحصلوا اول حاجة عندنا نفس اللي بيحصل عندنا في اول حاجة عندنا حاجة اسمها بعد كده حاجة اسمها واخيرا حاجة اسمها او اول حاجة معنا اخبار اخبار اكسيطابيتي عندي في المرحلة دي ايه اكسيطابيتي عندي 0 يعني 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 العضلة القلب في الوقت ده بتبقى ما بتستجبش لأي حاجة مهما اديتها من مهما كان قوته مش هيحصل عندي ومش هيحصل عندي تغيرات كهربائية تعمل لي يبقى معناها ايه يبقى يعني يعني ايه يعني ايه هعمله صغير كبير مهما كان اكبر من الطبيعي مش هيعمل لي يعني عضلة القلب دلوقتي مش هتدي اي عندي بتحصل مع انهي بالزبط بتحصل مع اول حتة من الريبولاريزيشن والبلاتو وحتة من الريبولاريزيشن الكلام ده اللي هو ايه يعني يعني شغال معانا من اول فيز زيرو فيز وان فيز تو وحتة من فيز ثري زي ما احنا شايفين هو نهاية ابسلوت رفاكتوري بيريود واخدى حتة من فيز ثري يبقى طول الجزء ده من الاكشن بوتينشيال ايه الاخبار عندي اخبار الاكسايتابيرتي عندي ايه الاكسايتابيرتي بتساوي زيرو يعني ايه يعني عضلة القلب ان ريسبونسيبنس ان اكسايتابل مهما اديتها من ستيمولاس مهما كانت قوته مش هيحصل فيها اكشن بوتينشيال ابسليوت رفاكتوري بيريود فيز زيرو وان تو وحتة كمان من ثري اما الريلاتف رفاكتوري بيريود دي اخبارها ايه لا في المرحلة دي او في البيريود دي الاكسايتابيرتي عندي بتبدأ تزيد عن صفر بتبدأ تزيد بس مش بتوصل للنورمان يعني ايه الكلام ده يعني انا لو جبت ستيمولاس ثريشولد طبيعي وعملت بيه ستيمولاس او بيه ستيميليشن العضلة مش هيحصل لها اي حاجة مش هيحصل لها او مش هتدي اي ريسبونس ليه مش هتدي اي ريسبونس هو الاكسايتابيتي بتاعتها زادت شوية بس لسه ما وصلتش للطبيعي امان لو عايز العضلة تشتغل لو عايز اعمل اكشن بوتينشيال في الوقت ده محتاج ايه محتاج ستيمولاس بتاعي يكون اكبر من الطبيعي يكون سوبرا فريشولد يبقى في الريلاتف رفاكتوري بيريود الاكسايتابيتي زادت شوية لكن لسه سب نورمال لسه ما وصلتش للطبيعي وبالتالي المؤثر او الاستيمولاس النورمال اللي هو ثريشولد مش كافي ان هو يديني ريسبونس لا ده انا في المرحلة دي محتاج سوبرا ثريشولد يعني الاستيمولاس بتاعي يكون اقوى عشان يقدر يدي او اعلى من الطبيعي او اعلى من الثريشولد عشان يقدر ان هو يعمل لي اكشن بوتينشيال طيب الريلاتف ريفراكتوري بيريود دي بتاخد ايه بتاخد باقي فيز ثري اللي هي رابد ريبال ايزاريزايشن هي بابسلوت ريفراكتوري بيريود الاكسايتابيتي زيرو Relative Refractor Period Excitability زادت شوية لكنها أقل من النورمال هنا الاستيميراس ما فيش أي استيميراس هيدي ريسبونس لكن هنا الاستيميراس ممكن يدي ريسبونس لو كان سوبرا ثريشل لو كان أزيد من الطبيعة دي بتاخد فيزز ايه بتاخد فيزز زيرو وان تو وحتة من ثري Relative Refractor Period بتاخد باقي فيز ثري أموال ايه فيز الثالثة معنا اللي هي السوبر نورمال فيز دي لا دا هنا في الفيز دي بيكون الاكسايتابيلتي عندي بتكون أعلى من الطبيعي ايه دا؟ طالما الاكسايتابيلتي بقت أعلى من الطبيعي يعني أي استيميلوس في المرحلة دي أو في الوقت دا هيدي أو هيعمل استيميليشن لعضلة القلب هتستجيب للمؤثر دا وهتعمل لي Action Potential يعني السوبر نورمال فيز الاكسايتابيلتي عندي بقت فوق الطبيعي وبالتالي أي مؤثر حتى لو كان سوب ثريشل لو كان أقل من الطبيعي ممكن في المرحلة دي يديني ريسبونس ويعمل لي Action Potential عشان كده الفيز دي اللي هي السوبر نورمال فيز دي لو حصل فيها أي استيميليشن لعضلة القلب هيحصل لخبطة في الكهرباء بتاعت القلب ويحصل عندي حاجة اسمها Arrhythmia يبقى ايه هي الارثمية؟ الارثمية ان حصل لخبطة في الكهرباء بتاعت القلب بشكل غير طبيعي طب اللخبطة دي ممكن تحصل في أنهي فيز من التالتة دول اللخبطة دي دي ممكن تحصل في فيز التالتة اللي هي السوبر نورمال فيز ليه اللخبطة مش بتحصل أو غالبا مش بتحصل غير في الفيز التالتة اللي هي السوبر نورمال فيز دي؟ لأن الفيز دي بتكون فيها أعلى من الطبيعي فبالتالي أي سيميلس بيحصل أو أي سيميليشن بيحصل في عضلة القلب حتى لو كان أقل من الطبيعي هيأثر وهيعمل لي Action Potential وهيعمل لي لخبطة في ضربات القلب أو في كهربة القلب يبقى السوبر نورمال فيز دي أنا بخاف منها لأن هي دي اللي بيحصل فيها لخبطة في ضربات القلب هي دي اللي بيحصل فيها الأريثمي أو اللخبطة في الكهرباء بتاعة القلب لأن الإكسائيتابيتي فيها بتبقى أعلى من الطبيعي والعضلة ممكن تستجيب لأي مؤثر حتى لو كان أقل من الطبيعي الفيز دي بنقول عليها vulnerable phase يعني معرضة ان يحصل فيها مشاكل او يحصل فيها لخبطة يبقى ايه هي الـ excitability change اللي بتحصل عندي في الكاردياك مصل اثناء الـ action potential بتاع الـ atria او الـ ventricle والله عندي absolute refractory period بتبدأ بتكمل بعد كده relative refractory period بعد كده super normal phase absolute refractory period excitability zero relative refractory period excitability زادت بس اقل من الطبيعي super normal phase بتبقى ازيد من الطبيعي absolute refractory period بتحصل اثناء phase zero one two وحتة من three relative refractory period بتحصل في باقي phase three super normal phase of excitability بتحصل في نهاية phase three وممكن تكمل مع phase four لكن mainly super normal phase بتحصل انت بتحصل في اخر حتة خالص في late phase three اللي هي super normal phase بتاعتني absolute refractory period مفيش اي مؤثر ممكن يعملي stimulation حتى لو كان اقوى من الطبيعي لان اكسا تابيتي zero relative refractory period لازم يكون الاستيميراس بتاعي super threshold اقوى من الطبيعي super normal phase اي استيميراس ممكن يشتغل حتى لو كان اقل من الثريشود ممكن يعمل لي stimulation في الفيز دي طيب ممكن نتسئل سؤال مهم جدا ليه الابسلوتري فراكتوري بيريود الاكسا تابيتي فيها بتساوي zero لانا عندي ببساطة اثناء الابسلوتري فاكتوري بيريود اثناء الديبلاريزيشن one two three وبداية three اثناء التلاتة فيزيز دول او اثناء الابسلوتري فراكتوري بيريود بيحصل ايه في السوديم بتشانز التبقى in active. بيحصلها in activation يبقى هثناء الابسلوتري فراكتوري بيريود اليه الاكسا تابيتي بتساوي zero لانا عندي السوديم بتبقى in active. وطول ما انا قفلت السوديم تشانلز اللي هي بتدخلي السوديم اللي هو مسؤول عن الاكشن وبتنشن عن بداية الاكشن وبتنشن وعن the dee polarisation فبالتالي مش هيحصل اي استميليشن وبالتالي عندي هتساوي زيرو. يبقى كلمة واحدة. ليه الاكساوي بتساوي زيرو? لان عندي عملت اثناء الفازيس دي بيحصل عندي بعد ما بخلص عندي او بعد ما ببدأ عندي بيحصل عندي للسوديم وبالتالي مش هيحصل عندي او مش هيحصل عندي اي في اثناء المرحلة. ومالقي العلاقة بقى ما بين الابسيووت ورقاز الي يقصد او الكمتراكشن لو بصن عندنا هنا هنلاقي ابسيووت بيدي اخد كل الكمتراكشن ماشيا مع كل وحتى من ال الريلاكسيشن او من الدياستول مجبقة ثم بيد واخدة كل السيستول وحتى صغيرة من بداية الدياستول لأ وهنعرف طبعا اهمية الكلام ده دلوقتي الكلام ده بهم جدا طيب الريلاتف رفاكتور بيد واخدة حتة من الدياستول حتة من الريلاكسيشن السوبر نورمال فيز اللي هي الاخيرة واخدة باقي او الحتة الاخيرة عندي من الدياستول الريلاتف رفاكتور بيد احنا قلنا ان الاكسايتابيدي فيها بتبقى اقل من الطبيعي وعشان كده هي معرضة انها يحصل فيها حاجة اسمها اكسترا سيستول وهنعرف يعني ايه اكسترا سيستول بالتفاصيل في محادرات جاية ان شاء الله بس نبقى عاwartsين بس الكلمة دلوقتي ان الريلاتف رفاكتور بيد دي اللي هي بتاخد حتة من الدياستول قومين الريلاكسيشن الريلاتف رفاكتور بيدوموقن يحصل فيها حاجة اسمها الاكسترا سيستول ومال السوبر نورمال الفيز اللي هي في نهاية الدياستول دي اللي احنا قلنا فيها بتبقى اعلى من الطبيعي دي احنا قلنا بيحصل فيها الأريزمية ممكن يحصل فيها لغباتها في ضربات او والاخباطة في كهربط القلب ممكن تبقى فيتل ممكن تموت الشخص لكن الابسلوت رفاكتور بيرد هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها بالتفصيل بقى ابسلوت رفاكتور بيرد بتحصل او بتفضل مستمرة معانا اثناء الهول سيستول طول ما الكنتراكشن بتاعنا شغال طول ما الابسلوت رفاكتور بيرد شغالة معانا يعني طول ما عضية القلب بتنقبض بتعمل كونتراكشن او بتعمل سيستول طول ما الاكسايتابيرتي بتساوي زيرو يعني ده معنى ايه؟ معنى ان انا مهما دي من استيميليشن او مهما عملت استيميليشن لعضلة القلب اثناء السيستول اثناء ما هي بتنقبض مش هيحصل فيها اي حاجة يبقى هي عضلة القلب عمالة بتنقبض بشكل طبيعي مهما عملها استيميليشن وهي بتنقبض مش هتدي اي ريسبونس ومش هتستجيب معايا لأي حاجة الكلام ده بيحصل نتيجة ايه او فايدته ايه؟ ده هيخلينا نرجع بقى للنقطة اللي احنا قلناها من شوية ايه فايدة وجود البلاتو اللي هي فيز 2 لو بصينا عندنا هنا لو البلاتو عندنا هنا مش موجود وصلنا فيز 1 فيز 3 هيبقى الاكشن بتنشي عندنا زي النيرف والمصل بالزبط فيز زيرو بعد كده واحد متوصلها بالتلاتة دي بولاريزيشن ري بولاريزيشن عطول ما اللي ربنا خللنا او عملنا هنا فيز 2 اللي هي البلاتو وجود فيز 2 او البلاتو هنا طول لي فترة الاكشن بتنشي خلى الاكشن بتنشي بتاعي يبقى طويل وطالما البلاتو موجود الاكشن بتنشي بتاعي بقى طويل او بقى مدته هتبقى طويلة الابسلوت رفراكتر بيرد هي كمان اخبارها ايه؟ هتبقى طويلة الابسلوت رفراكتر بيرد في السكريتا المصل او في النيرف كانت أقل من كده بكتير جدا لكن عندنا هنا أكبر من اللي موجودة في السكريتة المصر طيب الكلام ده هيفيدني بإيه طول ما طويلة كده طول ما هي مغطية عندي أو بتشمل عندي فترة السستول كلها مغطية لفترة السستول كلها يبقى أنا عندي بلاتو طول الـ Action Potential لما طول طالت عندي Absolute Refractory Period أكتر من مكانة في السكريتة المصر جميل جدا Absolute Refractory Period طويلة بقت مغطية أو بقت وخدة فترة السستول كلها طب إيه فايدة إن Absolute Refractory Period تغطي مرحلة السستول كلها إيه اللي أنا عايز أوصل له اللي أنا عايز أوصل له إن أنا عايز أخلي طول ما القلب بيعمل contraction طول ما بتاعته زيرو ليه عايز أعمل الكلام ده عشان أي استمراريشن يحصل للقلب أثناء السستول أثناء ما هو بيعمل contraction ما يقصرش وما يعمليش أي مشكلة ليه أنا خايف من إيه أنا خايف إن أنا لو حصل contraction أو لو حصل استيميليشن لعضرة القلب وهي بتعمل contraction هتقوم عاملالي contraction تاني هل ينفع إن عضرة القلب اللي هو contraction فوق contraction اللي هو بنقول عليه تيتنس هل ينفع إن عضرة القلب يحصل فيها contraction فوق contraction أنا كده كإن أنا وقفت عضرة القلب هي عضرة القلب الطبيعي عشان تشتغل لازم تعمل إيه لازم تعمل contraction تفضي الدم تعمل relaxation عشان تستقبل دم جديد ترجع تعمل contraction تفضي الدم وتعمل relaxation عشان تملة ويجي لها دم جديد تخيل أنا بقى جيت وعضرة القلب بتعمل contraction وبتفضي الدم لجواها ومتعمل لها stimulation ومخليها تعمل contraction تاني طب هي ال contraction التاني دي هتضخ للجسم دم منين أصلا هي قريدي ما عملتش relaxation وما اتملتش بدم جديد فبالتالي لو أنا عملت contraction لعضرة القلب وفضيت الدم اللي جواها وعملت لها contraction تاني في نفس اللحظة أنا كده بموت الشخص ده ليه بموت الشخص ده لإن الشخص ده عمل contraction فوق contraction ملحقش إن هو يملى القلب ملحقش يملى دم تاني وبالتالي أنا كإن أنا بعمل بضخ هوى للشخص ده أنا ما بديلوش دم أساسا إن أنا بوقف عضرة القلب بيبقى contraction فوق contraction دي عملية فيتل ما ينفعش إن عضرة القلب بيحصل فيها تيتنس ما ينفعش إن عضرة القلب بيحصل فيها contraction فوق contraction لإن لو حصل contraction فوق contraction أنا كده ما سمحت لهاش إن هي تعمل relaxation ما سمحت لهاش إن هي تملى دم عشان توصله للجسم وبالتالي contraction فوق contraction بيساوي death أنا كده بموت الشخص ده ده حاجة فيتل حاجة مميتة ما ينفعش يحصل في عضلة القلب تيتنس ما ينفعش يحصل فيها contraction فوق contraction لازم contraction relaxation contraction relaxation تفضي وبعدين تملى تفضي وبعدين تملى لكن كونها تفضي وترجع تفضي تاني طب هي أصلا ما لحقتش تملى ما لحقتش يجي لها دم تاني فبالتالي contraction فوق contraction يعني أنا بموت الشخص ده خلاصة الكامل اللي احنا عايزين نقوله إيه؟ إن عضلة القلب ما بيحصلش فيها تيتنس وده من أهم الأسئلة اللي بتيجي في الجيف ريزون ومن أهم الأسئلة اللي بتتسئل في الشفوي في النقطة دي ليه عضلة القلب ما بيحصلش فيها تيتنس هنبدأ واحدة واحدة بهدوء خالص عضلة القلب ما بيحصلش فيها تيتنس بسبب إن احنا عندنا حاجة اسمها بلاتو البلاتو ده طول لي مدة الaction potential بتاعنا طالما مدة الaction potential بتاعتنا طالت الabsolut refractory bit بتاعتنا طالت الabsolut refractory bit بتاعتنا طالت الabsolut refractory bit بتاعتنا لما طالت عملت إيه؟ بقت شمنت أو غطت عندي فترة السيستول كلها طيب أنا عندي absolute refractory period شغالة طول فترة السيستول وبالتالي الexcitability بتاعتي 0 أثناء فترة السيستول يعني مهما عملت stimulation عضلة القلب أثناء السيستول هيقع عندي فين؟ هيقع عندي في الabsolut refractory bit اعمل stimulation براحتك طول فترة السيستول طول contraction مش هيحصل حاجة في عضلة القلب لإن انت بتعمل دلوقتي أثناء الabsolut refractory bit اللي هي الإكسايتابيتي فيها بتساوي 0 وطالما أنا عندي عمل أعمل استيميليشن والإكسايتابيتي 0 مش هيحصل عندي أي ريسبونس عضلة القلب هتكمل الcontraction بتاعها بشكل طبيعي وتبدأ في الريلاكسيشن مفيش أي مشكلة وبالتالي مش هيحصل عندي contraction فوق الcontraction ولا هيحصل عندي تيتنس وهو ده السبب أو السؤال إجابة السؤال بتاع ليه عضلة القلب مش بيحصل فيها تيتنس بسبب ان الabsolut refractory period عندي هنا مغطية فترة السيستول كلها فالإكسايتابيتي عندي بتساوي 0 أثناء فترة السيستول كلها مهما عملت contraction أو مهما عملت استيميليشن أثناء السيستول مش هيحصل عندي ريسبونس والcontraction بتاعها هيخلص عادي خالص مفيش أي مشكلة وهيبدأ الريلاكسيشن والقلب يبدأ يملى دم من قوله جديد وبالتالي مش هيحصل عندي تيتنس لكن لو بصين عندنا في السكليتال مصل في السكليتال مصل مفيش بلاتو وبالتالي الابسيوت رفاكتور بيريود هتبقى وسيارة جدا هتخلص هنا مثلا يبقى أثناء الcontraction بتاع السكليتال مصل لو عملت ممكن يحصل عندي فوق يعني ممكن يحصل في بشكل طبيعي جدا مفيش أي مشكلة ليه ممكن يحصل لأن أنا عندي هتبقى قصيرة جدا هتبقى قصيرة جدا بقيت فترة مفتوحة ممكن يحصل فيها أي لو حصل ممكن يحصل تاني وتالت ورابع وبالتالي المصل ممكن يحصل فيها بالعكس ده المصل أساس شغلها أصلا معتمد على لازم يحصل فيها تيتنس عشان تشتغل بشاك كويس ليبقى إيه الفرق ما بين السكليتال مصل والكاردياك مصل إن السكليتال مصل بيحصل فيها تيتنس مفيش مشكلة لكن في الكاردياك مصل مبيحصلش فيها تيتنس في السكليتال مصل مفيش عندي حاجة اسمها بلاتو لكن في الكاردياك مصل عندي حاجة اسمها بلاتو في السكليتال مصل قصيرة لكن في الكاردياك مصل بتبقى طويلة يبقى خلاصة الكلام ده أهم كلمة أو أهم حاجة نبقى عارفينها في الجزء ده هي وظيفة البلاتو إيه هي أهمية البلاتو وجود البلاتو في الأكشن بتنشيل بتاع الكاردياك مصر بتاعت الإتريا والفنتركل إيه أهميته وجود البلاتو طول لي فترة الأكشن الأبسلوت رفراكتور بيريو الأبسلوت رفراكتور بيريو لما الفترة بتاعتها طالت بالتالي غطت عندي كل فترة السستور وبالتالي أثناء السستور عضلة القلب الإجسايتابيت بتاعتها زيرو مهما عملت فيها استيميليشن أثناء الكنتراكشن مش هتدي ريسبونس ومش هيحصل فيها كنتراكشن فوق الكنتراكشن ولا هيحصل فيها تيتنس هل الكلام ده مفيد؟ آه طبعا الكلام ده مهم لأن عضلة القلب ما ينفعش يحصل فيها تيتنس لأن وظيفتها بتعتمد بشكل أساسي على كنتراكشن وريلاكسيشن كنتراكشن تعمل بومبينج للبلد والريلاكسيشن تعمل تملأ الدم يجي لها مرة تانية ممكن السؤال يجيلي بطريقة تانية إيه هي؟ في الكاردياك مصل عندي إيه السبب ده؟ وإيه فايدة ده؟ والله هقوله بتاعتي في الكاردياك مصل بتبقى لونج بسبب وجود البلاتو هو اللي طويلها وجود البلاتو خلي عندي لونج بتبقى فترتها طويلة أو بتاخد وقت طويل إيه فايدة الكلام ده؟ الكلام ده بيمثلي كلمة واحدة بس نقولها بروتكتيف ميكانيزم يعني إيه بروتكتيف ميكانيزم؟ الابسيوت رفريكتور بيتكون هتبقى طويلة ده بيمثلي بروتكتيف ميكانيزم للكاردياك مصل فروم تيتنس بتحميها من حدوث التيتنس ليه؟ لأن طالما هي طويلة بتغطيلي كل السيستول وبالتالي الاكسايتابيتي هتساوي زيرو أثناء السيستول مهما عملت من استيميليشن مش هيحصل أي حاجة مش هيحصل أي ريسبونس أثناء الكنتراكشن أثناء السيستول وبالتالي مش هيحصل عندي تيتنس وبالتالي مش هيحصل عندي أي مشكلة في عضلة الأجل يبقى احنا كده تكلمنا على بتاع أو اللي هي والفيندريكل أو الاسم الثاني ليه اللي هو كلمنا على علاقته بالميكانيكال ريسبونس أو بالكنتراكشن بتاع الكاردياك مصل اتكلمنا على الاكسايتابيتي تشينز اتكلمنا على أهمية البلاتو اتكلمنا على أن الكاردياك مصل مش بيحصل فيها تيتنس وأن دوت بسبب وجود البلاتو اللي بيطولي فترة اللي بتحميلي عضلة القلب أثناء السيستول طيب بعد ما خلصنا كده كلام على النوع الأول من الأكشن اللي هو بتاع الكونتراكتايل فايبرز اللي هي الاتريا والفينتركل هنتكلم على النوع الثاني اللي هو اللي هو بتاع اللي بيحصل في اللي هو مسؤول عن بتاع طيب احنا قلنا النوع الأول ده بيتكون من خمسة اللي هي لكن هنا عندنا بيتكون من ثلاثة بس لو قلنا عندنا هنا بيتكون من زيرو اللي هي هنشيل فايز وان وفايز تو وهندخل على طول في فايز ثري اللي هي يبقى هيتكون من ليه فايز زيرو والريبولاريزيشن اللي هي فايز ثلاثة وبعد كده حاجة تماثل اللي هي فايز اربعة يبقى لو بصين عندنا هنا البيس ميكر بيتكون من ايه فايز زيرو وفايز ثلاثة على طول او ما الواحد واثنين راحوا فين لا واحد واثنين خلاص شلناهم او عملنا لهم ميرش دخلناهم التلاتة في فيز واحدة لهم التلاتة دول مع بعض خلناهم فيز واحدة يبقى فيز زيرو على طول هندخل على فيز ثلاثة لكن واحد واثنين مش موجودة وبعد كده فيز اربعة اللي هي بتاعة الرستنج من اللي هي هنا هيكون لها اسم تاني يبقى هنا البيس ميكر اكشن بوتينشل بيتكون من ايه بيتكون من ثلاثة فيز فقط لغير اللي هما ايه اللي هي فيز زيرو ثلاثة واربعة اربعة دي ممكن نبدأ بيها لو بدأنا بالنحية دي هتبقى فيز اربعة وفيز زيرو وفيز ثلاثة يبقى عشان ما نلخبطش الدنيا بيتكون من ثلاثة فيز لكن الفنتريكولر او الكنتراكتايل اكشن بوتينشل بيتكون من خمسة فيز ايه الفرق ما بين الاثنين الفرق ان احنا هنا هنشيل فيز واحد وفيز اثنين هنشيل البلاتون مش هيبقى موجود عندهم الانشير بي بولايزيشن البلاتون هنشيله من لهم فيز واحد وفيز اثنين وهندخل على طول على فيز تلاتة يبقى بيتكون من ايه بيتكون من زيرو وثلاثة واربعة يبقى هنا بيتكون من ايه البيس ميكر اكشن بوتينشل فيز اربعة اللي هي اللي هنبدأ بيها اللي هي بتاعت الريستنج من برين بوتينشل او هنا بنقول عليها اسم تاني هنقول دلوقتي فيز اربعة فيز زيرو وفيز تلاتة ده اللي هو البيس ميكر اكشن بوتينشل وتعالي نعرف ما بعض دلوقتي كل فيز بيبقى اسمها ايه وايه سببها لو بصينا زي ما احنا شايفين قدامنا كده الجزء اللي في الاول ده اللي قولنا عليه اللي هو فيز اربعة ده بنسميه يبقى فيز اربعة هنا بنقول عليها ايه هناك ونا بنقول عليها لكن هنا فيز اربعة بنقول عليها البري بوتينشيال او البيس ميكر بوتينشيال فيز و از فيز زيرو و فيز ثلاتة دول بنقول عليه وين هما الاكشن فتى تنشيل فيز ذيرو دي اللي هي عبارة عن د starts وفيز ثلاتة اللي هي عبارة عن الري وبيز يبقى دول التلاتة فيز اربعة فيز زيرو وفيز ثلاتة فيز اربعة بنتقول عليها البري إ cultivation فيز zeze zero اللي هيا الري و الري فيز تلاتة اللي هي الري بالف reveal الاتنين مع بعض من قولنا عليهم الـ Action Potential يبقى في عندنا الـ Pre-Potential أو الـ PaceMaker Potential وفي عندنا الـ Action Potential Phase 4 و Phase Zero Depolarization و Phase 3 الـ Pre-Polarization في النوع الأول من الـ Action Potential كنا قلنا أن الـ Resting من Brain Potential هناك كان سالب 90 ميلي فولت هنا الـ Resting من Brain Potential بيبقى سالب 60 ميلي فولت هناك الـ Firing Level كانت سالب 65 ميلي فولت هنا الـ Firing Level سالب 40 ميلي فولت هناك كان الـ Big بتاعنا أو كان الـ Depolarization عندنا بيقف أو نهايته بتقف عند positive 20 أو موجب 20 هنا الـ Depolarization هتقف هنا عند positive أو موجب 10 يبقى هناك سالب 90 الـ Resting من Brain Potential هنا سالب 60 هناك سالب 65 الـ Firing Level هنا سالب 40 هناك كان بيقف فوق خالص عند موجب 20 هنا بيقف عند موجب 10 أو positive 10 ميلي فولت طيب احنا قلنا ان الـ S A Nude والـ A V Nude بتتميز بخاصية الـ Automaticity اللي هي Spontaneous Generation of Action Potential يعني بتطلع الـ Action Potential من نفسها من غير ما تحتاج أي Stimulus أي External Stimulus يعني لو افترضنا أن احنا عندنا ده الـ Action Potential خلص خلصت أو عملت الـ Action Potential احنا بتتكلم دوقتي على الـ S A Nude عملت الـ Action Potential Depolarization Repolarization المفروض أن هي بترجع للـ Resting من Brain Potential هي لأ هي بترجع للـ Resting من Brain Potential بس بيتميز بحاجة بأنه هو Unstable يعني إيه Unstable؟ يعني مجرد ما تخلص الـ Action Potential بتبدأ Automatic بشكل Automatic في Action Potential جديد ده نتيجة إيه؟ أو الكلام ده بيحصل هنا في الـ S A Nude ليه؟ عن طريق إن إحنا عندنا الـ Resting Membrane Potential قلنا عليه أو سميناه هنا اللي هو الـ Pre-Potential دوت بيبقى عبارة عن Unstable بيتميز بأنه هو Unstable يعني إيه Unstable؟ يعني مش زي الـ Action Potential بتاع الـ Atria والـ Ventrical مش رقم ثابت سالب 90 ميلي فولت زي ما كان هناك لا ده هو هنا Unstable يعني مجرد ما الـ Action Potential بيخلص بيبدأ Automatic على طول Action Potential جديد عن طريق الـ Pre-Potential دوت هو اللي بيبدأ لي من نفسه بيشتغل من نفسه على طول بيبدأ لي Action Potential جديد يبقى أنا عندي عملت Action Potential Automatic على طول بدأت في Action Potential مرة تانية عن طريق الـ Pre-Potential عملت Action Potential نزلت هنا ما نزلتش بقى الـ Resting من Pre-Potential رقم ثابت لا ده أنا نزلت هنا لـ Pre-Potential Unstable Automatic على طول بيقوم طالع مرة تانية بيقوم عامل Gradual Depolarization مرة تانية وبدأ لي في Action Potential وهكذا يبقى Action Potential Pre-Potential يبقى Unstable يعمل لي Action Potential جديد أنزل تاني Pre-Potential Unstable يقوم بدأ لي Action Potential جديد يبقى هكذا ده اللي بيحصل بالضبط في الـ SA node SA node بتتميز قلنا بالـ Automaticity يعني بتشتغل من نفسها بتشتغل من نفسها عن طريق إيه؟ عن طريق أن الـ Pre-Potential أو الـ PaceMaker Potential اللي هو فيه زربعة اللي احنا قلنا عليها بتتميز بأن هي Unstable Unstable يعني من نفسها بتعمل Gradual Depolarization Spontaneous Gradual Depolarization بيانتج عنه أن أنا بوصل للـ Firing Level اللي هي عندي سالب أربعين ميلي فولت أول ما بوصلها بقوم بادئ Action Potential على طول خلصت الـ Action Potential بتاعي هارجع تاني للـ Pre-Potential الـ Pre-Potential اللي هو Unstable Unstable يعني بيطلع من نفسه بيتحرك من نفسه ويطلع لحد ما يوصل لسالب أربعين ميلي فولت وصلت تاني لسالب أربعين ميلي فولت بدأت Action Potential جديد نزلت مرة تانية Pre-Potential Unstable Pre-Potential يعني بيشتغل من نفسه وبيتحرك بشكل Spontaneous يطلع Spontaneous Gradual Depolarization مع نفسه لحد ما وصل للـ Firing Level وهكذا أبدأ Action Potential جديد وهو ده اللي بيحصل عندي أو هي دي قصة Action Potential عندي اللي بيحصل في أو في إن هي بتتميز بإن هي بتحصل بشكل Spontaneous بشكل Spontaneous يعني من نفسها الكلام ده بيحصل بسبب إيه؟ بسبب قصة عندي إن الـ PaceMaker Potential أو الـ Pre-Potential بيتميز بإن هو Unstable Unstable وبالتالي بيحصل في Spontaneous Gradual Depolarization لحد ما يوصلني للـ Firing Level عشان أبدأ Action Potential طيب لو بصنا عندنا هنا ده الـ Pre-Potential اللي هو ببرتقاني ده ده الـ Depolarization اللي هو بالأحمر ده واللبني أو الأزرق ده الـ Repolarization يبقى Pre-Potential Depolarization Repolarization طيب إزاي عندي الـ Pre-Potential ده أو الـ PaceMaker Potential ده بيوصل من نفسه كده بشكل Spontaneous بيوصل من سالب 60 لسالب 40 ميلي فولت إزاي بيحصل Spontaneous Gradual Depolarization كلام ده بيحصل لسببين سهب الأول حاجة اسمها ودي مسؤولة عن وصول بتاعنا من سالب 60 لسالب 50 ميلي فولت بعد كده حاجة اسمها بتدخلي عندي كالسيوم جوه دي مسؤولة عن من سالب 50 لسالب 40 ميلي فولت يبقى أنا عندي دلوقتي من سالب 60 لسالب 40 ميلي فولت المسؤولة عنها أو اللي بيعملي الـ Spontaneous Gradual Depolarization ده حاجتين دخول حاجة اسمها الفاني كارنت ودخول الكالسيوم الفاني كارنت دوت اللي هو عبارة عن سوديم في الغالب بيبقى سوديم آيونز الفاني كارنت دوا أو السوديم آيونز دي مسؤولة عن وصول من سالب 60 لسالب 50 ميلي فولت من سالب 50 لسالب 40 ميلي فولت المسؤولة عنها دخول الكالسيوم عن طريق Transient Calcium Channels ليه سميناها Transient Calcium Channels؟ لأن هي بتفتح وتقفل بسرعة فبتفتح وتقفل بسرعة فبتشتغل بشكل Transient عشان كده سميناها Transient Calcium Channels اللي بنرمز لها بالرمز T جبقى الـ Pre Potential مسؤول عنه حاجتين الحاجة الأورانية الفاني كارنت دخول الصوديم الحاجة الثانية وده مسؤول عن كام من سالب 60 لسالب 50 ميلي فولت الحاجة الثانية من سالب 50 لسالب 40 ميلي فولت المسؤول عنها دخول الكالسيوم عن طريق حاجة اسمها Transient Calcium Channels ليه اسمها Transient لأن هي بتقفل وبتفتح أو بتفتح وبتقفل بسرعة تشتغل بشكل Transient عشان كده سميناها Transient أو T Calcium Channels كده خلصنا الـ Pre Potential عمال مين المسؤول عن Depolarization المسؤول عن Depolarization Depolarization هنا دخول الكالسيوم في الـ Action Potential بتاع المسؤول عن Depolarization دخول الصوديم عن طريق الـ Fast Sodium Channels عشان كده سميناه Fast Response Action Potential لكن هنا المسؤول عن دخول أو المسؤول عن Depolarization هنا دخول الكالسيوم عن طريق Channels اسمها Long Lasting Calcium Channels Long Lasting يعني بتفضل فترات طويلة عشان كده سميناها Long Lasting Long Lasting Calcium Channels دي بتدخل لي الكالسيوم ولكن بيدخل ببطء وما ان الكالسيوم هنا بيدخل بيعمل Depolarization بشكل بطيء عشان كده سمينا الـ Action Potential بتاع الـ لأن الكالسيوم عندي بيدخل هنا ببطء بيدخل ببطء عن طريق Long Lasting Calcium Channels يبقى احنا عرفنا دلوقتي ليه سمينا ده وليه سمينا اللي هناك بتاع الـ Fast Response Action Potential طيب مين المسؤول عن الـ المسؤول عن الـ عندي خروج البوتاسيوم عن طريق اسمها ديلايد ريكتيفاير بوتاسيوم يبقى احنا كده عرفنا الثلاثة فيز بتوع الـ Action Potential بتاع الـ بيتكون من ثلاثة فيز فيز أربعة وفيز زيرو وفيز ثلاثة فيز أربعة اللي هي قلنا عليها الـ ميكر أو الـ فيز زيرو اللي هي الـ فيز ثري اللي هي الـ 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 أو الـ قلنا هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن Spontaneous Gradual Depolarization من سالب ستين لسالب أربعين ميلي فولت بتشتغل من نفسها بتتحرك من نفسها من غير ما تحتاج أي وهي دي خاصية الـ طيب الكلام ده بيحصل إزاي؟ بيحصل عن طريق حاكتين عن طريق دخول الفاني كارنت اللي هو عبارة عن صوديم آيونز ودي مسؤولة عن سالب ستين لسالب خمسين ميلي فولت الحاجة التانية دخول عن طريق الدخول عن طريق ودي مسؤولة عن سالب خمسين لسالب أربعين ميلي فولت وصلت للفايرينج سالب أربعين ميلي فولت هبدأ المرة دي الكالسيوم هيدخل هو اللي هيعمل هيدخل بشكل بطيء عشان كده سميناه سلو ري سبونس اكشن بوتينشيال هيدخل عن طريق اسمها لونج لاستين كالسيوم طيب خلصنا وصلنا لبوزيتف عشرة موجب عشرة ميلي فولت الماكسيمم بتاعنا هنا هنبدأ نعمل هنعمل عن طريق عن طريق خروج البوتاسيوم عن طريق بوتاسيوم بس في حاجة مهمة لازم نبعرفينها بعد ما بخلص البري بوتينشيال دوت وهبدأ أعمل في نهاية البري بوتينشيال ببدأ أقفل التاعة الفاني واقفل اللي بنقول عليها الترونزينت كالسيوم يبقى في نهاية البري بوتينشيال عشان أبدأ اللي كانت فتح هنا هقفلها قفلت اللي كانت فتح هنا هبدأ أفتح اللونج لاستين كالسيومتشان عسنا تعمل لي خلصت وعايز أعمل هبدأ أقفل اللي كانت بتعمل لي قبل ما هبدأ في لازم أقفل اللي كانت بتعمل لي اللي هي اللي هي قفلت دي هبدأ أعمل عن طريق أن أنا بفتح بوابات البوتاسيوم اللي هي هفتح هفتح دي وهبدأ أن أنا أطلع البوتاسيوم طيب وصلت أنا عندي دلوقتي خلصت الأكشن بوتينشيال بتاعي وعايز أبدأ بري بوتينشيال جديد بشكل سبنتينيس لازم أقفل اللي كانت اللي هي كانت ديليد ريكتيفاير بوتاسيوم العمالة بتطلع لي البوتاسيوم من بره دي اللي بقفلها عشان أقدر أن أنا أبدأ بري بوتينشيال من أول وجديد وأبدأ أن أنا أعمل وأبدأ أن أدخل يبقى في كل مرحلة قبل ما هبدأ المرحلة دي لازم أكون قفلت بتاعة المرحلة اللي قبلها هبدأ بري بوتينشيال مثل أنا محتاج محتاج الترانزينتت كالسيوم تدخل لي كالسيوم بس قبل ما هبدأ الاتنين دول لازم أكون قفل البوتاسيوم الشانرزي اللي عمالها بتطلع لي الملعمالة بتعمل اللي عمالها بتعمل لي قفلتها هبدأ البتاع البري بوتينشيال بتاعي طيب عايز أعمل تليب وليزياشن يبقى هقفل التشينالز بتاعة الفاني والترانزينت کالسيوم الخلصت تيب beforehand هبدأ يبقى هقفل اللي اللي هي وهفتح اللي هتطلع لي البوتاسيوم زي ما احنا شايفين قدامنا كده ده سبب حاقتين دخول الصوديم اللي هو بنقول عليه ودخول الكالسيوم عن طريق هنا مسؤول عنه دخول الكالسيوم عن طريق هنا المسؤول عنه البوتاسيوم خروج البوتاسيوم عن طريق هنا قبل ما نوصل او قبل ما نعمل بنقفل بتاعت وبتاعت هنا بعد ما خلصنا وقبل ما نبدأ بنقفل هنا بعد ما خلصنا وقبل ما نبدأ جديد بنقفل عندنا هنا ال بديته فيبال ريكك تة فاينغ بوتاسيوم تعالد. يبه احنا كده الحمد الله خلصنا نوعين الاكشن بتنتشيال اللي بحصل عندي في القاردي اكشن بتنتشيال اللي بيحصل في الكندر اول اردن وهو الكروه و اللي بيحصل في السي ب Questo التسيرها الرجل الشر و transported فروق ما بين الاثنين اول حاجة عندنا اللي هو بتاع الكنتراكتال بتاع الديبولاريزيشن هنا سببه دخول السوديم لكن هنا سببه دخول الكالسيوم هنا السوديم بيدخل بشكل سريع من خلال عشان كده قولنا عليه فاست ريسبونس اكشن لكن هنا الكالسيوم بيدخل ببطء من خلال الونج لستنج كالسيوم cerca session عشان كده قولنا عليه سلوري سبونس اكشن هنا في;; هنا بيكون عندنا في بلا تو هنا ما فيش بلا تو هنا عندنا الرست بريم بتينشيال بيبقى سالب تسعين ملي فولت لكن هنا عندنا الرست من البريم بت NY Spider سالب ستين ملي فولت ومش بنقول عليه لكن بنقول عليه البيب تنشيال وبيتميز بحاجة مهمة جدا ان هو on ابيل لكن عندناเฝه أن الرستنج بيبقى ستيبل يبقى هنا سالب تسعين لكن هنا سالب ستين مليبول هنا الفايرينج ليبل كان سالب خمسة وستين هنا الفايرينج ليبل كان سالب اربعين هنا الماكسموم بيقف عندي عند بوزتف عشرين موجب عشرين لكن هنا بيقف عندي عن بوزتف عشرة او عن موجب عشرة واخيرا عندي الاكشن بتنشيل هنا بيتكون من خمسة لكن هنا الاكشن بتنشيل عندي بيتكون من ثلاثة فيزز كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا محاضرة النهاردة اتكلمنا فيها على التكلمنا فيها على النوعين بتوع المرة الجاية ان شاء الله هنكمل كلامنا عن هنتكلم على وهنتكلم بشكل اساسي على وهنتكلم طبعا عن حاجة مهمة جدا وعن حاجة بتتسئل كتير جدا اللي هي كل صور اللي في المحاضرة هتلاقوها ان شاء الله في الديسكريبشن تحت الفيديو هاستنى تعليقاتكم واستفساراتكم من خلال كومتس على يوتيوب او من خلال الجروب على الفيسبوك بعتزر لو كان في اي خطأ علمي فهو غير مقصود استنوني ان شاء الله في محاضرات جاية لو كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته